البيت الأبيض يحذر من تداعيات أي غزو روسيا لأوكرانيا وروسيا تجري تدريبات عسكرية في البلطيق رئيس الوزراء العراقية يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة ولأول مرة من تتفشي الجائحة ألمانيا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بفايروس كورونا الثالثة عصرانا الواحدة بتوقيت جراناتش النشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أرحب بكم وبداية هذه النشرة مع للاس كافوزي شكراً لك يا نانسي وأهلاً بكم مشاهدين الكرام والبداية بتطورات الأزمة الأوكرانية أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لنظيره الصيني وانجي في اتصال هاتفي أن أي عدوان روسي على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي وذكر اللاناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس أن بلينكن شدد على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا كما أكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل للسير قدوم أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية التأثير على المصالح التجارية والاقتصادية الشخصية للرئيس الروسي بلاد ميار بوتين على حدوث غزو بلاده لأوكرانيا هذا وقالت جين ساكي في مؤتمر صحفي في واشنطن أن العقوبات ستؤثر أيضا على قيادة الحكومة الروسية هذا وشددت ساكي على أن سياسة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية لم تتغير حيث لا تستبعد الولايات المتحدة أي خيارات لردع أي هجوم روسي محتمل هذا وعلن وزر الله خارجي روسي سرقايل أفروف أن الرد الأمريكي على مطالب موسكو الأمنية بشأن أوكرانيا لم يتطرق إلى النقطة الرئيسة التي تثير قلقها لكنه أكد أن المضية قدما ما زال ممكنا كما قال الأفروف في بيانها أنه لم يكن هناك رد إيجابي على المسألة الرئيسة في طلب موسكو عدم ضم أوكرانيا إلى حد شمال الأطلسي مشيرا إلى وجود رد يعطي أملا ببدء حوار جديا بشأن مسائل ثانوية دع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفديف إلى بدل أقصى جهد ممكن لتجنب نشوب حرب في المنطقة هذا وقال مدفديف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية قال إن السبيل الوحيد لتجنب الحرب هو التفاوض دون لجوء إلى تصعيد مشددا على أن رفض واشنطن لتقزيم الضمانات الأمنية لبلاده سيعقد الوضع كثيرا هذا وعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ تدريبات بحرية في منطقة البلطيق وبحسب الوزارة فإن اللاتدريبات شملت محاكاة للهجوم القوي وتنفيذ نيران بالمدفعية فضلا عن مناورات قتالية لنحو 20 سفينة حربية وقوارب إمداد وطائرات البحرية وطائرات الهليكوبتر قال ديمترو كوليبا رئيس الدبلوماسية الأوكرانية إن استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في أوائل فبراير في برلين نبأ صار يشير إلى أن روسيا ستفضل المسارة الدبلوماسية على الأقل حتى ذلك الحين هذا وقال كوليبا في مؤتمر صحفي إن النبأ صار هو أن المستشارين وافقوا بالفعل على الاجتماع في برلين في غضون إسبوعين مما يعني أنه على الأقل خلال الإسبوعين المقبلين من المرجح أن تظل روسيا على المسارة الدبلوماسية حسب وصفه دعت روسيا الحكومة الأوكرانية إلى الدخول في حوار مع المسلحين الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق البلاد وقال المفاوض الروسي ديمتري كوزاك بعد محادثات بشأن الأزمة في باريس إن كييف رفضت جميع محاولات التواصل من جانب الانفصاليين وأن أمامها الآن أسبوعان لتحديد موقفها كما قال كوزاك المسؤول بالكريملان إنه رغم وجهات النظر المختلفة بشأن اتفاق منسك للسلام لعام 2014 فإن تنفيذه يعد شرطا لتسوية الصراع دون عنف من جانبه قال المفاوض الأوكراني أندري يومعك إنه قرار وقف إطلاق النار في الإقليم ساري المفعول رغم وقوع بعض الاستفزازات أعلنت بريطانيا دعمها الكامل لمقف حلف شمال الأطلسية الناتو والدول المتحالفة معه وذلك عقب تسليم الناتو الرد للجانب الروسي حول مقترحات الضمانات الأمنية ذو قالت وزيرة الخارجية البريطانية لازي تروس إن المملكة المتحدة تدعم بالكامل الأمين العام لحلف الناتو ينسي ستولتنبرغ وكذلك كافة الحلفاء داعية روسيا مجددا إلى تخفيف التصعيد وأكدت تروس أنه سيتم الرد على أي غزو لأراضي أوكرانيا بعقوبات منصقة أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستوسع مهمتها التدريبية العسكرية في أوكرانيا وقال ترودو عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه لا يستبعد إرسال قوات إضافية إذا لزم الأمر مشددا على ضرورة أن يكون حل هذه التوتر دبلوماسيا كما أكد أن مهمة التدريب هي أفضل طريقة يمكن أن تساعد بها بلاده وعلى خلفية التوتر العسكري على الحدود الأوكرانية تصعدت المخاوف من اندلاع صراع كبير بين الغرب وروسيا المزيد بشأن الأزمة في هذا العرض الذي يقدمه لنا الزميل أحمد أبو زيد أهلا بحضراتكم تزداد المخاوف من اندلاع صراع كبير بين الغرب وروسيا على خلفية التوتر العسكري الجاري على الحدود الروسية الأوكرانية في آخر مشاهد هذه التطورات ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه سيدرس فرض عقوبات تستهدف الرئيس الروسي بلاديمير فوتين مباشرة إذا ما غزت روسيا أوكرانيا لكنه أكد في الوقت ذاته عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الأوكرانية في هذا الإطار قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية واندي شيرمن أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الرئيس الروسي بلاديمير فوتين مستعد لاستخدام القوى ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير رغم الضغوط الرامية للحيلولة دون وقوع ذلك الولايات المتحدة أيضا حددت وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس حددت بيلاروسيا برد انتقامي في حال ما ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا مؤكدة أنه قد يتعين على قوات حلف الناتو إعادة تقييم نشر قوات خاصة في الدول المحاذية لبيلاروسيا إذا تمركزت قوات روسية بشكل دائم على أراضي منزك في الجانب الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كان قد أعرب عن تضامن كامل مع أوكرانيا قائلا أن تهديد روسيا بغزو أوكرانيا يمثل تهديدا لأمن أوروبا بأكملها صحيفة فينانشل تايمز البريطانية كانت قد أشارت إلى تنسيق بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بشأن بحث إمكانية فرض عقوبات مالية تستهدف شل المصارف الروسية في حال إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا لكن الرد الروسي هذه المرة جاء سريعا إذا أتبر الكريملين أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي بلاديمير بوتين التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنما هي فكرة مدمرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لأفروف أكد بدوره في كلمة أمام البرلمان الروسي أن المطالب التي يوجهها الغرب إلى روسيا للحد من التدريبات العسكرية التي تجريها داخل حدودها تمثل ما قال إنها أقصى درجة من ازدواجية المعايير يقول لأفروف إن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة إن لم تتلقى أجوبة بناءة من الدول الغربية بشأن هواجسها أو مطالبها الأمنية في ظل هذا الشد والجلب انطلقت تدريبات بحرية مكثفة لأسطول البحر الأسود الروسي بمشاركة ما يزيد على عشرين سفينة حربية ذكر المكتب الإعلامي للأسطول الروسي في بيان أن القطع البحرية التي من بينها فرقاطات وسفن خفر وزوارق وسفن حاملة للصواريخ انطلقت من قواعدها للمشاركة في هذه التدريبات هكذا إذن تمضي حدة التوترات حادة للغاية بين الغرب والولايات المتحدة من جهة وبين الروسيا وحلفائها من جهة أخرى تصعيد يخشى الكثيرون معه أن تقع نذر حرب وشيكة فيما يرى البعض أن المسألة لا تعدو أن تكون مفاوضات حافة الهاوية وإلى الملف العراقي حتى أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أخذ الحيطة والحذر وعدم التراخي في مواجهة كل ما يهدد أمن محافظة البصرة وخلال اجتماعا ضم القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة استمع الكاظمي إلى إيجازا عن الأوضاع الأمنية في المحافظة وخطة الأجهزات الأمنية في تأمين المدني واللانواحي والطرق الخارجية الرابط بين البصرة وبقية المحافظات قال رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بشكل متكرر أمر مؤسف للغاية وضف كيشيدا أن عملية الإطلاق التي جرت مؤخرا شملت صواريخ باليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولية أوضح كيشيدا أيضا أنه اطلع على إعلان كوريا الجنوبية بأن بيونج يونج أطلقت صاروخين قصيري المدى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى حول عملية الإطلاق مشيرا إلى استمرار العمل على جميع المعلومات وعدم تلقي أي تقارير عن وقوع أي أضرار لسفن وطائرات حول الساحر اليابانية أعلنت اللانيابة الألمانية أن عالما روسيا يعمل في جامعة بافاريا اتهمة رسميا للاشتباه في تجسسه على برنامج الفضاء الأوروبي أريان اللصاروخي لحساب موسكو وكان هذا العالم قد اعتقله في يونيو الماضي ويتهمه القضاء بجمع معلومات لروسيا في مختلف مراحل تطوير البرنامج الأوروبي أريانا وقالت اللانيابة الفيدرالية المكلفة بقضايا التجسس أن الاستخبارات الروسية جندته في خليف عام 2019 على أبعاد تقدير موسيقى أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالية الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم ارتفع إلى أكثر من 362 مليون حالة فيما ارتفع إجمالي الوفيات قرأ الإصابة بالفيروس حول العالم إلى نحو 5 ملايين و 630 ألف حالة وفاة أضفت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم تليها الهند ثم البرازيل ذكرت وكالة بلومبرغ أنه تم إعطاء أكثر من 10 مليارات قرأة لقاح مضادة لفيروس كورونا حول العالم حتى الآن وبحسب الوكالة يعد هذا العدد الإجمالي أكثر من كاف لإعطاء قرأة لكل شخص على وجه الأرض لكنها أوضحت أن هذا الإنجاز يخفي عدم مستوات كبيرة فمنذ ما يزيد قليلا على 13 شهرا منذ إطلاق اللقاحات الأولى حققت العديد من الدول الغنية والمتقدمة مستويات كبيرة من اللاتطعيم بين سكانها لكن العديد من الأماكن الأقل صراء لا سيما في أفريقيا لم تفعل ذلك سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا متجاوز حاجز المائتي ألف حالة للمرة الأولى في حين تناقش دولة ما إذا كان ينبغي فرض تطعيم إكبارية هذا وسجل معهد روبرت كوك للأمراض المعدية نحو مائتين وثلاثة ألاف حالة لكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بزيادة نحو سبعين ألف حالة عن ذات اليوم في الإسبوع السابق هذا وناقش المشرعون ما إذا كان ينبغي فرض جرعات إكبارية من لقاح كوفيد-19 بينما تجمع المحتجون خارج مبنى البرلمان دفع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن تقليص فترة وضع التعافي من كورونا إلى ثلاثة أشهر وذلك في إطار الخلاف المثار حول تقليص هذه الفترة بعد الإصابة بالعدوى كما أوضح لاوترباخ أن الشخص الذي أصابه متحور ديلتا يمكن أن يصاب مجددا بعد ثلاثة أشهر بالمتحور أوميكرون ومن ثم فإن فترة الأشهر الثلاثة صحيحة علميا مضيفا سعيه إلى تطبيق هذه الفترة المقلسة على المستوى الأوروبي من جانبها أعلنت دانيمارك أنها ستزيل جميع تدابير فيروس كورونا المتبقية اعتبارا من الأول من فبراير المقبل وفي خطاب للمواطنين قالت رئيسة الوزراء ميت فريدركسن أن دانيمارك ستفتح مرة أخرى بالكامل لأبوابها ولم يتضح على الفور ما القيود التي سينهيها الدنماركيون لكن من المحتمل أن تشمل بطاقة الصحة الرقمية والتي يجب استخدامها الآن لدخول المتاحف والمقاهي والحافلات والجلوس داخل المطاعم وحضور الحافلات شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا سابع قفزة غير مسبوقة على التوالي برصد قرابة 89 ألف حالة جديدة بالعدوى في البلاد خلال 24 ساعة وشهدت كل من العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان باتريسبورك زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بكورونا بينما لا يزال مؤشر الوفيات اليومية قراء الفيروس في البلاد عند مستوى مستقر برصد 665 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة للمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام حول آخر مستقدات فيروس كورونا وأوميكرون ينضم إلينا هاتفيا من عمان دكتور محمد الشرع المتخصص في القراحة العامة برحب بحضرتك دكتور محمد بداية في هذه النشرة وعلى شاشة أكسرا نيوز دكتور أعداد مخيفة نسمع عنها اليوم فيما يتعلق بفيروس كورونا تحديدا أوميكرون إن كان في أوروبا في أمريكا الشمالية وفي آخر خبر لدي أيضا في روسيا صحيح أن الأعراض ربما أقل اليوم يعني أقل حد اليوم من المتحورات السابقة كديلتا وغيره إلا أن الأعداد ضخمة جدا إلى ماذا يمكن أن نرجع دكتور هذه الأعداد الكبيرة هل تقصير من قبل المواطنين ربما في اتخاذ الإجراءات المناسبة أو حتى اللقاحات أم هو تقصير مقبل الحكومات في الإجراءات الوقائية أولا المساء الخير لك يا شاهدين وشكرا لكم على الثباثة ربما يكون السبب مزيجا مما كل ما قلت سابقة نظر ما أن الناس قد ملت واعتادت تعايش مع كورونا وبالتالي خففت من شدة الحضر باتجاه هذا الفيروس وبالتالي تباعد خفت ترداء الكمامات خفت بالتالي زال على الوضع الإصابات هذا من جهة هناك بعض الدول لم تفتح شوق كبيرا بإعطاء اللقاح وبالتالي حاليا تواجه معضلات على أرض الواقع باتجاه الإصابات وبالمثل ذلك أنه من خصائف متحور الميكرون أنه شديد سهل العدوى قد يحتاج لكمية أقل من التحورات الأخرى لتشكيل العدوى داخل الجسم وبالتالي الإصابة هذا كله يصب في النهاية أنه أوميكرون نفجر فيه في جميع دول عالف حاليا هناك طرح يقول دكتور محمد عند هذه النقطة عفوا للمقاطعة ولكن حتى مع أخذ كل الإقراءات الاحترازية اللازمة ومع عمل كل اللازم إلا أنه أوميكرون سيصيب اللقم يعدون استثناء حتى الأشخاص الملقحين إلى أي مدى هذا الكلام صحيح ربما أنا أوافق هذا الكلام أنه أوميكرون سيكون هو الأوسع انتشارا بين المتحورات الصادقة وهما يفتع على أرضها الواقع وأنه سوف يفيد معظم الناس هذا الفيروس وهو قد يكون هو هبرة البانية أنه عبارة عن الفيروس بأعراب خفيفة بالتالي فهو اللقاح مجاني الجميع هذا الموجة المظري لكن بالنسبة للنفس الأوميكرون أنه هو شديد العدوى فهو شديد العدوى أما أنا سوف يفيد كل العالم أنا أتوقع أن اللقاح ما زال يعمل حتى على أوميكرون من الملقحين لمدة أشهر بعد اللقاح يحملون أجساء مضادة قد تقاوم وجود أوميكرون في أجساء مرة أخرى هل صحيح دكتور محمد أن الملقحين ربما يعانون من أعراض أخف بكثير من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح فيما يتعلق بأوميكرون تحديدا نعم اللقاح يعمل بأليتين هو الألية الأولى هي منع العدوى والألية الثانية هي عند حدث العدوى تكون العراض أقل وطأ أو أقل شدة وبالتالي أقل دخول من المستشكيات وأقل وفية فأنا أكيد أن هذه اللقاحات ما زرت تعمل على جميع المتحورات ما فيها أوميكرون على الأقل أن تكون بتقليل عدد الإصابات وتقليل عدد دخولات المستشفى وبالتالي دخولات العناية الحقيقة دكتور محمد سؤال أخير لو سمحت يعني هناك طرحان بشكل أكثر تفصيلي البعض يقول بأنه هذا مع أوميكرون نحن اليوم بصدد نهاية أو بداية نهاية الوباء أما الطرح الآخر فيقول بأنه مع المتحور متحور أوميكرون سيظهر متحورات أخرى أكثر حدة مع أي طرحان أنت؟ ربما يستهم إميكرون انتشار إميكرون الواسع بتشكيل مناعة واسعة لانطاق واسعة جغرافية ولكن ما نقشاه هو حالياً أن ما الذي يشكل متحور أوميكرون هو الذي يشكل متحور أوميكرون قد يموه ربما يشكل غيره ربما يتحور إلى شكل آخر ربما يكون الشكل الآخر هذا عكس أوميكرون أنه يكون مثلاً شديد العدوى وشديد الأعراض وبالتالي هنا تكون الجائحة أو المصيبة الكبرى نعم أشكرك شكراً جزيلاً دكتور محمد الشرع المتخصص في القراحة العام ما حدثنا من عمان على كل هذه المعلومات ارتفع المتوسط الإسبوعي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليتجاوز الطفرة التي نتجت عن المتحور دلتا فقد أوضحت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ذكرت أن متوسط الوفيات على مداري سبعة أيام بلغ أكثر من ألفين حالة بينما كان المتوسط في منتصف سبتمبر الماضي وقبل اكتشاف المتحور أوميكرون قد وصل إلى ذروته عند ألف وتسعمائة حالة أفادت بيانات ووزارة الصحة المكسيكية بأنها سجلت رقماً قياسياً جديداً لحالة الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث رصدت نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو خمسة ملايين إصابة وأوضحت اللاصحة المكسيكية أنها سجلت نحو 550 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى أكثر من 304 ألف حالة سجلت وزارة الصحة الهندية نحو 290 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في الهند إلى أكثر من 40 مليون حالة من بينهم أكثر من مليوني حالة نشطة كما أكدت الصحة الهندية أيضاً أنها سجلت نحو 570 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس أعلنت اللا وكالة لا كوريا للا سيطر على الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى نحو 780 ألف إصابة كما سجلت اللا بلاد 34 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 7000 وفات أعلنت شركة الأدوية الأمريكية مودرنا أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصاً لمكافحة المتحور أوميكرون هذا وسيشارك فيها التجارب السريرية 600 شخصاً بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح مودرنا المضاد لكورونا منذ 6 أشهر على الأقل في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق أن نالت مودرنا ترخيصاً بها هذا وتهدف مودرنا من خلال هذه التجارب إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة استعرض رئيس ومجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة أفاق مستقبلية والذي يعد أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المبذول من قبل المفكرين والخبراء المشاركين في هذا العدد من أجل استشراف الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد كما وجه الشكر للقائمين على أخراج هذا الإصدار بصورة علمية مشرفة لخدمة صانع القرار وللجمهور المتلقي هذا ويتضمن العدد الثاني للمجلة عدة محاور رئيسة توضح اتجاهات المستقبل خلال عام 2022 من بينها الاتجاهات المتوقعة للاقتصاد العالمي في عام 2022 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مصابقة تعيين 30 ألف معلم أكد المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت أنه سيتم الإعلان بشكل رسميا في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمصابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين مناشد السادة المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية أقامت قوات اللابوسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات اللاتاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويحتوي اللاجناح الذي أطلق عليه اسم المشير حسين طنطاوي على مجموعة من أبرز الأبحاث ورسائل المقدمة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني والنشرة الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة يضم اللاجناح أيضا عرضا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التي أنتقتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة كما يضم أيضا إصدارات هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وإدارة التعليم والتدريب المهني كذلك إدارة الحرب الكيميائية وإصدارات جهاز العمل النفسي في مختلف المجالات النفسية التي تخدم القطاع المدني قال بيان صادر عن وزارة الثقافة أن أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد إقبالا جماهريا كبيرا أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الاهتمام الجماهيري بزيارة المعرض يعد مؤشرا أوليا إيجابيا لرواج الفعاليات خلال الأيام القادمة كما يجسد الرغبة في المعرفة ويأكد مكانة القراءة لدى شعب مصر هذا ويشارك في معرض الكتاب هذا العام الف وثلاثة وستين ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من واحد وخمسين دولة حيث تحل علينا هذا العام دولة اليونان ضيفة شرف هذا ويتواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين بمشاركة واسعة من الكتاب المصريين والأجانب على كل حال المزيد من المتابعة مرة أخرى ينضم إلينا مباشرة مرسل أكسترا نيوز أحمد عبد الرازق من معرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد أرحب بك إذن معنا في هذه النشرة الإخبارية ويبدو أن هذه المرة تقف أمام المعرض أو في أحد أروقته الخارجية حدثنا إذن كيف هي عملية الإقبال المستمرة على مدار اليوم في أول فعاليات المعرض أحمد شكرا لك نانسي كل التحية لك ولمشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان هذا هو اليوم الأول جماهريا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين ولكنه يبدو كأنه اليوم الأخير الذي يتسابق فيه زائر المعرض ليحصلوا على نسخهم أو مشاركتهم في هذا المعرض الدولي بالفعل هناك إقبال كبير في كل صلاة المعرض الخمس بداية معرض القاهرة الدولي الكتاب في نسخته الثالثة والخمسين اتخذ شعار الهوية وهوية نصر وسؤال الثقافة وسؤال المستقبل شعارا لهوية نصر الثقافة وسؤال المستقبل ويحيى حقي أروائي الكبير هو شخصية المعرض لهذا العام عبدالتواب يوسف رائد الكتابة للأطفال هو شخصية معرض الأطفال لهذا العام المعرض هو أكبر تجمع فعلي دولي للناشرين في العالم حيث يضم 1064 ناشرا موزعين من 51 دولة موزعين على خمسة قاعات داخل أرض المعارض أو مركز مصر للمعارض الدولية ليس فقط القاعات الخمسة التي تمتلئ بالناشرين والكتب والأنشطة الثقافية المتنوعة ولكن أيضا البلازات أو الأماكن البينية بين القاعات المختلفة بها العديد أيضا من الأنشطة من بينها هذا المكان الذي أقف فيه الآن وهو قبالة أحدى القاعات هذا المكان به فودكورت أو منطقة للطعام والجلوس وتناول المشروبات والمأكلات وهو يجتذب أيضا الجمهور أو زائر المعرض في فترات الراحة أثناء تجولهم بين القاعات المختلفة هذا الموضوع أو هذا المكان له أهمية كبيرة حيث يأخذ الزائر راحة من تجوله بين قاعات المعرض المختلفة حتى يستطيع أن يقضي يوما طيبا بين قاعات أو بين أجنحة المعرض الحقيقة هناك أمرين مهمين أو محورين يرتكز عليهم المعرض وهذا العام الأمر الأول يخص الناشرين الأمر الثاني يخص الاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ما يخص الناشرين كما ذكرنا أنه أكبر تجمع للناشرين يضم 1064 ناشرا من كل دول العالم من دول عربية من مصر ودول عربية ودول أجنبية أيضا هناك استحداث لجائزة تخص الناشرين وهي جائزة الأفضل ناشر عربي هناك أيضا البرنامج المهني وهو خاص أو كما كتب في عنوان جانبي له صناعية الكتب وهو يخص القائمين على المهنة يعني هو نوع من أنواع الاحتفاء بالناشرين وصناع النشر أو صناع الكتب أو منتج الكتب في مصر والعالم العربي لهذا الأمر من أهمية كبيرة لسيما في ظل سطوة التكنولوجيا أو ثورة التكنولوجيا وبالحديث أيضا عن ثورة التكنولوجيا وهو الأمر الثاني أو المرتكز الثاني للمعرض هذا العام فهناك العديد من الفعاليات التي تتم افتراضيا هناك منصة رقمية أطلقها المعرض أو الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال هذه المنصة يستطيع زائر المعرض أو الراغب في زيارة المعرض التجول داخل المعرض افتراضيا هناك أيضا يعني الكثير من دور النشر أو المؤسسات المختلفة تستخدم التقنيات الواقع الافتراضي والنظرات الفي آر أو النظرات المعززة أو الواقع المعزز من أجل التجول افتراضيا في الأنشطة المختلفة التي تقدمها هذه المؤسسات وهناك العامة للكتاب أيضا لستخدم تقنية الهولوجرام وتجسيد بعض الشخصيات أو بعض القصص عن طريق هذه التقنية هناك العديد الحقيقة من الاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فضلا عن المنصات الرقمية المختلفة أيضا العديد من دور النشر كما اهتمت بنشر الكتاب أو طباعة الكتاب الذي يعني يباع في هذا المعرض اهتمت أيضا بنشره ألكترونيا حتى يكون متاحا للزائرين هذا ما رصدناه في معرض القاهرة الدولية على مدار اليوم أحمد عبد الرازق أنا بشكرك شكرا جزيلا للحقيقة على كل ما تفضلت به من تفاصيل وافية لفعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولية للكتاب شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرازق مراسل أكسترا نيوز كنت معنا إذن من الدورة الثالثة والخمسين للمعرض شكرا لك أكدت وزيرة اللابيئة ياسمين فؤاد عن الملف اللابيئي في مصر شهد تطورا كبيرا منذ عام 2015 حتى الآن نظرا للقيادة الواعية والحكيمة التي وضعت الملف البيئي على رأس أجندتها وخلال حوار أقرته مع عددا من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام بالندوة التي عقدتها المؤسسة بمقرها أشارت وزيرة البيئة إلى التطور الذي شهده الملف البيئي ليكون ملفا يرتبط بالاقتصاد ومسارات التنمية مؤكدة الخطوات التي اتخذتها مصر لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة وأن مصر الدولة الوحيدة التي حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالي على المستوى البيئي تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني في 27 من يناير لعام 2022 على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة تحت شعار كوب 27 معا لمواجهة تغير المناخ وذلك من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم في نهاية العام هذا وأكدت وزيرة البيئة على خصوصية يوم البيئة الوطني لهذا العام والذي يتناول تحدي تغير المناخ الذي أصبح العالم كله يواجه آثاره بدون تمييز بين الدول المتقدمة والنامية وظهرت بعض آثاره واضحة من خلال الظواهر المناخية الحادة التي يواجهها العالم حاليا مما ألقى الضوء على حتمية التضامن بين الدول والبدء في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ تسعى مصر إلى تحقيق أهدافها التنموية وضعة على رأس أولوياتها القومية مواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية 20-30 الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي موجود على الأرض اللي ممكن يدمر بس ممكن كمان يصلح ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقادر على الإعمار والتنمية إن الخطر ده حيتم مجابيته وحيتم التعامل معه مش الإنسان اللي حيدمر الوجود الإنسان حيفضل يبني ويعمر حتى يعتقد إنه هو سيد الوجود وفق رؤيتها الاستراتيجية 20-30 تمضي مصر قدما نحو تحقيق أهدافها التنموية وضعة على رأس أولوياتها القومية مجابهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية لكن آليات المواجهة دفعت بمصر كدولة رائدة لصياغة رؤية دولية تعزز فرص احتواء آثار تغير المناخ حول العالم بأسره الأول من نوفمبر 2021 الدورة السادسة والعشرون لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ هناك تحولت كلمات القيادة السياسية المصرية إلى دعوة أممية من أجل اصطفاف عالمي يعزز فرص التصدي لمعضلات المناخ من قلب التحدي يولد الأمل وفي ذلكم شعار تبنته مصر على مدى سنوات ثمان أطلقت خلالها رؤيتها الوطنية لاحتواء التغيرات المناخية والتكيف مع احتمالاته المستقبلية بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذك تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء المموالة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025 و100% بحلول عام 2030 يعزز هذا الطرح المتفائل نجاح الدولة المصرية في العديد من القطاعات ومن بينها المشروعات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والنقل النظيف وترشيد المياه وإنشاء العشرات من المدن والتجمعات العمرانية الذكية هكذا تحولت الأقوال إلى أفعال وضربت مصر مثالاً يحتذا في التصدي لقضايا المناخ وفق استراتيجية وطنية يمكن استلهام ركائزها وآليات تنفيذها في العديد من الدول ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقادر على الإعمار والتنمية وبالتالي أي شكل من الأشكال اللي بيحصل من تطورات سلبية ثقوا أنه آليات العمل الإنساني ببتكلم في قطاع خاص دي آلية هائلة وكان بداية التحرك الإنساني برضو اللي هو زي ما بقول دايماً في كل محنة وفي كل أزمة في فرصة بتلك الريادة اختيرت مصر لاستضافة دورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ وهو المؤتمر الذي تنعقد عليه آمال الشعوب في الخروج بصيغة دولية لمجابهة التحديات البيئية والمناخية حول الكرة الأرضية بحث دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ورافين أجروال مدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمي سبول تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج وخلال اللقاء أشار عبد العاطي لمحدودية الموارد المائية في مصر والتأثير السلبية لتغير المناخ على الانتاج الزراعي هذا وأكد أيضاً على أهمية الاعتماد على أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة من جانبه عبر أجروال عن اهتمام برنامج الغذاء العالمي بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر كوب 27 للمناخ والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل تمثل مدينة الجلود الجديدة بمنطقة اللاروبيكي نقطة انطلاقاً لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنفسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكازاً لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً المزيد مع اللازميل أحمد أبوزيد أهلاً بحضراتك تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير صناعة الجلود بحلقاتها التصنيعية كافة وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محلياً وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير لهذه المنتجات تعد مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي نقطة انطلاقاً لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنفسية كبيرة تؤهلها لأن تكون محور ارتكازاً لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً من هذا المنطلق تحرص الحكومة على تطوير مدينة الجلود بالروبيكي والارتقاء بها لمستويات المدن العالمية المتخصصة في صناعة الجلود إذ من المستهدف أن تنقل كافة مصانع وورش الجلود على مستوى الجمهورية إلى المدينة لتصبح بذلك واحدة من بين أكبر التجمعات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة فيما يخص الموقف التنفيذي فإن العمل جارن للانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنطقة المائة مصنع لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنع تبلغ نسبة الإنجاز في المنطقة حاليا نحو تسعين بالمئة من المخطط الانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين كما يتم العمل للانتهاء من مراحل التشريبات النهائية بمنطقة استكمال مصانع الغراء والتي يبلغ عددها أربعة وخمسين مصنعا الدولة من جانبها وفرت تمويلا يبلغ سبعة مليارات ومائتي مليون جنيه لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمراحله الثلاثة تضمنت مليارين ونصف المليار جنيه للمرحلة الأولى ومليارا وستمائة مليون جنيه لمحطات المشروع والمرحلة الثانية إضافة إلى مليارين وتسعمائة مليون جنيه للمرحلة الثالثة بمنطقة المائة مصنع يعد قطاع دباغة الجلود والمنتجات الجلدية من بين أبرز القطاعات التي حققت زيادة كبيرة في معدلات التصدير خلال عام 2021 إذ بلغ حج مصادراتهما يزيد على ستة وثمانين مليون وثلاثمائة ألف دولار في مقابل اثنين وخمسين مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة جوزت أربعة وستين في المائة هكذا إذن تتعامل الدولة مع القطاع الصناعي فيما مضى من سنوات إما مجمعات صناعية استغلالاً للمزايا النسبية التي تتمتع بها منطقة بعينها في صناعة بعينها أو الذهاب إلى تصورات أكبر بمدن صناعية كاملة استغلالاً للمزايا التاريخية التي تتمتع بها مصر في هذه الصناعة كمدينة الجلود بالربيكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية وتوفير الدعم المالي لذلك ينص بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة بتقديم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التي تحيلها إليه المؤسسة وذلك في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية للمواطنين في مختلف محافظات مصر يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً شهدت قرية سيف الدين التابعة لمركز اللازرقة بمحافظة دميات تنظيم قافلة طبية ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقدم اللاقافلة أفضل الخدمات الطبية للمواطنين حيث تضمنت عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملاً وصيدلية لصرف الأدوية بالمكان كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر وتذليل جميع العقبات أمامهم وسط إقراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا والآن مشاهدين وقفة مع أهم الأخبار الرياضية اشتركوا في القناة تأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على منتخب كودفوار بركلات الترجيحة هذا ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المغربية في دور الثمانية يوم الأحد المقبل بعزيمة الرجال وتحدي الأبطال يواصل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تخطي عقبة منتخب كودفوار العنيد في دور الستة عشر في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابومة في مدينة دولة الكاميرونية المنتخب المصري بقيادة النجم محمد صلاح تمكن من فرض سيطرته في معظم فترات اللقاء وأضاع العديد من الفرص إلا أن التعادل السلبي فرض نفسه على مدار 120 دقيقة ومع احتكام الفريقين لركلات الترجيح سجل لمنتخب مصر أحمد سيد زيزو وعمر السلية وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح بينما أهضر مدافع كودفوار ومانشستر يونيتد الإنجليزي إيريك بايلي إحدى ركلات الترجيح وكانت كفيلة بتأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية وضرب منتخب مصر موعدا مع المغرب في مساء يوم الأحد المقبل في ربع نهاء كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة ماراثونية وبذل اللاعبون مجهودا بدنيا كبيرا على مدار أربعة أشواط بعد صراع تكتيكي مثير بين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة والفرنسي باتريس بوميل مدرب الأفيال قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير اللافني للمنتخب الوطني إن الضغط الجماهرية كان مصدر إلهام للفريق مؤكدا أن اللامنتخب قدم مباراة قوية السعادة اللاجماهير كما أشهد كيروش باللا مستوى الفني الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني أمام كوتفوار التي تمتلك لاعبين مميزين ومديرا فنيا جيدا إلا أن الفراعنة كانوا الأفضل في المباراة واستحقوا العبور للدور القادم مطالبا الجميعا بدعم الفريق كما أشهد كيروش لأن مفتاح الفوز كان الوحدة داخل الملعب والالتزام دفاعا وهجوما مؤكدا أن الفريق يتقدم بشكل جيد وأنه جاء للمنافسة وليس للنزهة إذن مشاهدين الكرام بذلك نكون وصلنا لختم هذه النشرة وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عنوين البيت الأبيض يحذر من تداعيات أي غزو روسي لأوكرانيا وروسيا تجري تدريبات عسكرية في البلطيق رئيس الوزراء العراقية ترأس اجتماعا لقيادة الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة ولأول مرة منذ تفشي الجائحة ألمانيا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بكورونا ختمنا مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب أشكر لكم حسنا لمتابعة كنا معكم نانسي نور وللاس كفوذي في هذه النشرة إلى اللقاء